المسيح المسيح المؤدس في العهد القديم أو حتى في العهد الجديد السجود هو لله فقط لكن المسيحين بيصلوا للمسيح وبيسجدوا للمسيح فهل يعد هذا نوع من الشرك ولا إيه القصة إن مصير المشركين بالله بحيرة النار والكفرين فلو كنا مشركين لحكمنا على أنفسنا بالعذاب المبين فعشان كده وإذا كنا نحن نعبد المسيح فلابد أن نتأكد أننا غير مشركين وأنا لا أعتقد أنني أتبع مشركين لكنني أتبع الحق المبين فالسجود للمسيح هو ذات السجود لله لأن المسيح هو الله بذاته الأدلة ما أكثرها لكن أكتفي بحدود الموضوع اللي نحن نحكي بي الأدلة التي تعلن أن المسيح هو الله ما أكثرها لكن نحكي عن شيء من الأشياء الكثيرة وهي السجود الذي يعلن ويظهر بالفعل أن المسيح هو الله بذاته مش شريك مع الله لكن هو الله بذاته الكتاب المقدس بنقرأ فيه في العهد الأديم والكلام ده قاله المسيح كمان لنفسه في وصية مقدسة من الوصايا للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد إذن السجود لله وليس لآخر سجود وطبعا علشان أنا أسرد مع حضرتك الآيات اللي بتقول السجود لله يبقى إن شاء الله نفتح المجال قدامنا كده ثلاثة أربع ساعات وإحنا حلقتنا كلها يعني نص ساعة فما أقدرش أذكر كل الشواهد والآيات لكن أكتفي بما قل وهو للرب إلهك تسجد وإياه وحده وحده مليون خط تحت وحده بالضبط تعبد ما ينفعش غيره بالضبط كده ولذلك حتى الرب يسوع نفسه ألها إن الوصية بتقول كده تمام يبقى السؤال هل المسيح نسجد له باعتباره إنسان أم نسجد له باعتباره الله أم نسجد له باعتباره نبي من الأنبياء أم نسجد له وأشركنا بالله أنا معلش ذكرت كذا السؤال وكان لازم أقوله نجاوب علي لو أنا قلت أسجد للمسيح وهو أعظم الأنبياء فهذا مخالف وصيط الله فلا سجود للأنبياء بل الأنبياء نفسهم يسجدون لله ويوصون نحن أيضا بأن نسجد لله وأديك دليل في الكتاب المقدس نفسه يعني دليل عملي مش مجرد آية لما كارنيليوس الرجل المتدين في سفر الأعمال الأصحاح العاشر كان طقي وخاف الله وخاف الله مع أهل بيتيه أتعدت لقي حوالي 14 صفة جميلة رائعة في هذا الإنسان أنا مرة حتى أتأمل فيهم قلت مع نفسي يا رب جميلني بهذه الصفات صفات رائعة 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 يعني مش بتاع مخدراته والكلام اللي بنقوله في الوعز ده رجل بتاع ربنا وصلي كل حين وصايم أربعة أيام متواصل ويصنع صداقات كثيرة للشعب ورجل بار ومشهود له من أمة اليهودية لا محترم رجل محترم ما تقدرش تقول عليه لكن يظهر له ملك وقول له ارسل واستدعي سمعان الملاقب بطرس يكلمك بكلام به تخلص بعد كله ده يقول له حبيبي فيه طريق للخلاص لازم تستدعي واحد اسمه سمعان بطرس مش أي حد ده واحد من رسل المسيح أي يكلمك كلام أي وصلك به للمخلص ومن خلال الإيمان به تخلص يعني وصل لكل الأخلاق دي زبط ويهلك في الأخر ما كانتش كافية لا أخلاق مش كافية أو على فكرة دي شخص مخلص ودائما أنا أقول عبارة ما عرفش بتاه كتير ويمكن حبائنا المشاهدين سمعوها كتير مني الإخلاص أقصر الطرق الذي يصل بالإنسان إلى معرفة الحقيقة ولغاية النهار ده بقولها علنا الشخص المخلص من البشر الله ما بيسيبهوش ووصله للحقيقة يعني ممكن بإخلاص أتبع مبدأ معين دين معين تعليم معين بس أنا مخلص فيما أتبعه الله لأني شايف إخلاصي ممكن بألف طريق أو طريقة يبين الحقيقة ووصلني للمسيح المخلص لأن أنا فعلا زي ما قال بوليس في جاهل في عدم إيمان فعلت هذا دين نور اللي وصلني فالإخلاص أقصر الطرق والله بيقدر هذا الإخلاص بس هذا الإخلاص مش ولا يخلصني لكن يقودني إلى معرفة الحقيقة فكارنيليوس كان شخص مخلص عشان كده أرسل واستدعى سمعان مراقب بطرس وجاء سمعان بطرس أول ما شافه يقولك الكتاب سجد له يقول كارنيليوس سجد تقول لي احترام تقول كيف ما شئ بس على الأقل أنا بفهمها من بطرس وإلا عمله بطرس ممكن نقراها معلش مع بعض لشان ما يباش كله مجرد إن أنا أسرد أقوال الله لكن أنا نفسي كمان نقرأ أقوال الله سفر الأعمال والأصحاح العاشر وعدد 24 وفي الغد دخلوا قيصرية اللي هو بطرس الرسول والإخوة اللي معاه والعسكري والخدمين وفي الغد دخلوا قيصرية وأما كالنيليوس فكان ينتظرهم وقد دعا أنسباؤه وأصدقاؤه الأقربين ولما دخل بطرس استقباله كيرنيليوس وسجد واقعا على قدميه يب عمل إيه سجد مين كيرنيليوس لمين لبطرس نشوف بطرس عمل إيه فأقامع بطرس مسك بإيده يعني فأقامع بطرس قائلا قم أنا أيضا إنسان آه إنسان جدا يعني إيه يعني السجود لله بس ما ينفع الشيء يعني دي تعملها مع ربنا مش معايا أنا أنا صحيح رسول المسيح مخلص بالنعمة وزي يكلمك بكلام بيتها خلص لكن استحالة أقبل إنك تسجد لي لأن مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد إذن الرسول بطرس لم يقبل السجود شكلا وموضوعا لنفسه خياسا على كده كل الأنبياء ولو حضرتك تقولي احترام مش ما سألت احترام هنا بقى ده السجود لتخض منه حتى رح مقومه مقومه لا لا حاسب دي مش أنا لو هي احترام كان ساب وكان من تمام قدي الإنسان للإنسان ناخد حاجة تانية الإنسان للملاك الإنسان للملاك دي وردت مرتين مش مرة واحدة في سفر الرؤية لما اتكلم الملاك أو مع يحنى في سفر الرؤية تعرفنا الكتاب أني خاف يحنى ومرة تانية يقولك وسجدت للملاك فقال لي أنا عبد معك ومع إخوتك أسجد لله يبقى إذن الملاك رفض والإنسان رفض والإنسان رفض ليه لأنه للله واحد السجود يعني الكتاب قال وإياه واحده تعبد للرب إلهك تسجد وإياه واحده تعبد هنا يأتي السؤال إن كان المسيح نبيا فهو إنسان فكل الأنبياء بشر يبقى المفروض المسيح كالرسول بطرس أو بقية الأنبياء ما يقبلش السجود ويقود البشر إلى السجود لله ولو حد عملها يرفضها تمام ولو حد سجد يرفضها بالتالي يبقى أعلن أنه رسول الله أو نبي الله لكن إذا قبل السجود ولم ينهر من سجد له فالسؤال هنا يفرض نفسه من يكون يسوع المسيح هذا الشخص الذي قبل السجود لو كان ملاكا لا رفض السجود مثل ما فعل الملك مع يوحنى ولو كان نبيا لغرفض السجود لأنه إنسان زي بطرس لكن المسيح يقبل السجود نعم ليه لأنه هو الله وفي الكتاب المقدس في العهد الجديد تلاقي أكتر من 11 أو 12 مرة أمثلة بقى على كده فعلا يسجده للمسيح ويقبلها وتبدأها حتى من فين من طفوليته سمات في حياتك ناس كبار يسجده لطفل هذا وإزاي مش مقبولة منطقيا يعني مش مقبولة لكن تعالى نقرها من إنجيل متة بص كده معاي في إنجيل متة أصحاح اثنين لما بيتكلم عن المجوس اللي قاتوا من مشرق ومشوا مسافة بعيدة وعلى فكرة عاوز ألف تنتبهها حبانا المشاهدين لشيء مهم برضو حادثة المجوس غير حادثة الرعاة لأن في خلط كبير بيخلطه الرعاة في إنجيل لؤة الرعاة في إنجيل لؤة المجوس في إنجيل متة لا حاجة تانية الفرق بقى الأهم الرعاة بشروا بولادة الرب يسوع المخلص يوم أن ولد ولده لكم اليوم في نفس اللحظة اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب لكن المجوس أتوا وراءه الصبي عنده سنتين نعرف طبعا لأن هيرودس أتوا للأطفال من سنتين فما دون عشان كده نقدر نقول صبي في البيت هنقرأ كلام ده في إنجيل متة أصحاح 2 لما تقرأ عندك وتلاقي المجوس بيسأله وقوله أين هو المولود مالك كل يهود لأننا رأينا نجمه وقاتينا حلوة أول عبارة اللي بتقوله وقاتينا بعدها لنسجد له يبقى ده من أولها ده جايين يسجده هيرودس يجيب المعلمين والعارفين للشريعة وقول لهم فتشونا وشوفونا أين يولد المسيح قالوا في بيت لح فهم عرفوا بقى السكة من الشريعة أو عرفوا من النبوة الواردة في ميخة في المكان أصحاح خمسة المعلمين للشريعة أو العرفين التوراة علموا عرفوا المكان المكان والنجم يتقدمهم ومشي وصلوا فين البيت وصلوا البيت وأنا عاوز نقرأ من هنا لم يقول وراء الصبي مع أمه هنقولها في عدد 11 متى 2 11 وقاتوا إلى البيت وراء الصبي مع مريم أمه فخروا وسجدوا معلش إنه وقف هنا بس راءوا مين الصبي مع مريم أمه يبقى مواحد اثنين حلو أوي لو العملية عملية احترام فاحترام الكبير جائز قبل الصغير لالعملية هتاخدها بالعمر سجدوا مريم الأول الاحترام الأول وإذا كنا بنقول السجود احترام لأن البعض يقول لك ده احترام ما أنا عارف يمكن الشباب يسألوني السؤال ده يقول لك احترام مش قصة احترام ده قصة سجود للرب إلها كتا سجود عشان كده رغم أن المطوبة مريم تكبره سنا وهي أمه وتقدر وتحترام واللي قالت جميع الأجيال تطوبني هيا موجودة معاه لكن أول ما سجدوا يا لها من فطنة لا دي مش فطنة يا له من إعلان بالروح القدس عن هذا المبارك مش فطنة وحكمة فخروا وسجدوا له له ولا لهما لا له له وحده ده يذكرك بإيه له بقى نرجع للآية تاني إياه وحده تعبد للرب إلهك لها تسجد وإياه وحده تعبد وحده عشان كده لم يقل سجدوا لهما فهو الذي يستحق السجود وتاني كمان ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له طب خلي هدايا للاتنين السجود ليه هو والهدايا للاتنين ثم فتحوا كنوزهم وقدموا لهما سواء المطاوبة الهدايا يعني يعني ده صبي يعني أنا أخذها لكم العهد الأديم بس في سكة تانية يعني لما العبد كبير بيت إبراهيم راح يخطب رفع الإسحاء يقول الكتاب أن عطى عند البير خزامة في أنفها وأساور في يدها جمالها بالذهب ولما راح هناك كملوا أعطاها الدهب بس ما سابش علىها بردو فتحوا أعطاهم التحف خدوا التحف بردو خدوا التحف خدوا هدايا بردو يعني أبسط الأشياء طب خلاص هو سجد له يقول هدايا غيره لكن لا أتريه الهدايا له العبادة له الإكرام له السجود له له كل المجد عشان كده يقول فتحوا كنوزهم وقدموا له زهبا هدايا زهبا ولبانا ومر ده من أول ما وصل لأرضنا عشان كده واضح أنه هو الشخص الذي يستحق السجود طيب عشان وقت الحلقة بس ممكن ناخد مسأل تاني ونكتفد مسأل تاني والمسأل التاني بصراحة واضح أوي قوي أقول لك أنا قلت ممكن حوالي 11 إلى 14 حادثة ذكرت في الكتاب لكن أنا أقول على مثل في غاية القوة في عميان كتير المسيح وهبهم البصر بس اللي ذكر في الكتاب سبعة السبعة دول تلاقي فيه ثلاث أسباب للعمى السبب الأول ناس عليها شاطين الشاطين عما تعنيها لكن رب يسوء أخرج الشاطين فأبصر السبب التاني ده عيب مرضي أو تسبب في مرض أو نقصم في حاجة معينة زي بارتماوس ابن تماوس كان أعمى العنين موجودة بس هم ما بيشوفش بيقول الكتاب وضع يده عليه وقال له ابصر فأبصر وتابعه وهو يمجد الله لكن النوع التالت بقى ده مولود من بط نمه أعمى ده عيب خلقي عارب عيب خلقي يعني نازل من بط نمه مالهوش عيوب ما عندوش عينين مفيش عيوب عيب خلقي الأولى والتانية الأولى شياطين تخرج اللي مسك العينين تفتح التانية حطي إيده رجع الشبكية رجع القرانية لأن العين موجودة ضبط حاجة ما في الجوة العين لكن التالت ده عمله عين لا ده خلق مش مسألة تفتيح ده مسألة خلق ولو الإنسان تخلق من الدهب سداني كان نكمله من الدهب ولو مصنوع من الفضة كان نكمله من الفضة لكن هو جبل الرب الإله آدم ترابا ولكون تراب هو ناقص نازل ناقص يبا ما يكملش إلا من التراب لما شفوه التلاميذ قالوا للرب يسوع هذا أخطأ أم أبواه حتى ولد أعمى قالهم لا هذا أخطأ ولا أبواه لكي تظهر فيه أعمال الله بعدين قال لهم ما دمت أنا في العالم فأنا نور العالم قال هذا وتفل في الأرض وصنع من الطفل طينا وطلب الطين عيني لأعماء قال له اذهب اختسل زهب واختسل في برك السلوان وآتب الصينا ستة عالم سبي عاوز أقول يخلق من الطين عيونا فهو الخالق لما الجران شفوه فتح قالوا لهم فتح عنيك قالوا لهم إنسان يقال له يسوع إنسان خد بالك كل اللي يعرفه هنا دلوقتي إنسان أخدوه ورحوا للرجال الدين لما رحوا للرجال الدين حكينا القصة حكالهم القصة هتقوله عنه مين ده أو عنه نبي مدى فتح عنيك نبي قالوا له ده الرجل ده خاطئ قالهم أخاطئ هو لست أعلى لكن أنا أعرف شيء واحد كنت أعمى والآن أوصر شتموه وطردوا من المجمع تيجي عبرة حلوة بقى أقول لك فوجده يسوع وقده أيوة وبعدين رح سأللل السؤال قالوا تعالي أتؤمن بإبن الله فقال له من هو يا سيد ليؤمن به عارف يعني بالبساطة دلين عليه ونأركع له وسجد لأنه فتح عني قال له هو هو الذي يكلمك قال له أؤمن يا سيد وسجد وسجد له أؤمن يا سيد أنك ابن الله الذي تستحق السجود ودل برهانة هو ورح سجد له لو زي بطرد كان قاله أوم 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 لكن قبل المسيح هذا السجود منه بل انتدحه أيضا لأنه سجد له فهو المعبود الذي يسجد له له تدسو كل رقبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض متشكرين خالص على الكلام الرائع والحلو ده عزيز المشاهد سمعنا عن المسيح اللي نقدر نسجد له فعلا بدون خجل أو كسوف لأنه هو الله الظهر في الجسد هنخرج فاصل صغير وهنرجع بعد الفاصل معنا أسئلة مع ضيوفنا في الحلقة فانتظرنا في الأسئلة لأن أكيد الأسئلة هتبقى شيء مهم جدا عزيز المشاهد ورجعنا بعد الفاصل وبنتناقش في موضوع مهم يتكلم عن لهوت المسيح موضوع السجود اللي قبله المسيح واللي سمعنا خلال الحلقة أنه مش بس قبل السجود لكنه يستحق السجود لأنه هو الله معنا ضيوف الحلقة معنا مينة ومعنا هايدي وهم عندهم أسئلة ويبدأوا يسألوا الأسئلة اتفضل يا مينة سأوجه السؤال بتاعك دكتور حليم ليه لليل يوحنا المعمدان ما سجدش المسيح زي ما المجوث عملوا رغم أن كان عنده إعلانات أكتر منهم شوفي خمينة الموضوعات اللي احنا بنتكلم فيها دي بتفتح مجال لأسئلة كتيرة كتيرة جدا في أزهان ومش هنقول يوحنا المعمدان بس وكمان في أشخاص كتير تبعوا المسيح لم يذكر الكتاب أنهم سجدوا له لكن ضمنا يفهم أنه كان يكرم ويعب الذي يكرم الآب يكرم الإبن واللي يكرم واللي يهين الإبن بهين الآب لأن الآب والإبن واحد لكن لما تقرى ساعة ما المطوابة مريم راحت في بيت ألي صباط اللي هي أم يوحنا المعمدان مرات زكريا تقول من أين لي أن تأتي أم ربي إلي وبعدين تقوله من ساعة ما صوت دخل في أزني والجنين ارتقد ارتقد كلمة ارتقد يقوله العارفين للأصول أني كلمة يعني سجد يعني حتى بطنه أمه قدر مين الشخص ده وبعدين لما سؤل عن نفسه قال أنا صوته صارخ في البرية وعد طريق الرب وعد طريق الرب أضف إلى ذلك أعترف المعمدان كم هائل من الاعترافات المرتبطة بلهوت ربنا يسوع المسيح وبكمال عمله والأسبقية الأزلية وقال ده ابن الله ورأى الروح نزلا كحمامة وقال شهادته أنه هو ابن الله وقال اللي ما حدش قاله هو زحمل الله الذي يرفع خطية العالم وقال شئ أروع كمان من كلمة سجد لست مستحقا أن أنحني وأحل سيور حزاء تخيل بقى كلمة يعني رباط جزمتك ما أقدرش أفقه ما استهلش على الصندل اللي أنت لابسه أقع عليه هيعمل إيه أكتر من كده ما هو السجود الاعتبار والتقدير والاحترام لله أدي معنى السجود فيه احترام أكتر من كده تاني عشان كده ما قدرش أقول يحنى المعمدان ما سجدش للرب يسوع المسيح واضح جميل خاض هايدي السؤال اللي معاك فضلني أنا عندي سؤالين فضلني سؤال الأولاني هو المرأة ساميرية في حوارها مع رب يسوع رب يسوع قال لها أنه الآب طالب مثل هؤلاء السجدين الآب هو اللي طالب ده ما قالش أنا ما قالش الله ما قالش أنا عشان الله الآب هو اللي طالب جميل الرب يسوع له كل المجد لما جه من السماء جاي يعمل ايه الساميرين اللي منهم السامرة في نفس الأصحاح يوحن أربعة القصة اللي اتفضلت وذكرتها قالوا الآن نؤمن مش بسبب كلامك بسبب كلامك لكن عننا شاكل والنهاردة احنا بنعلنها المسيح مخلص العالم وفعلا دي عبارة جميلة لأن ابن الإنسان قد جاء يطلب ويخلص ما قد هلت فإن كان قبل السجود للإعلان عن لهوت باعتباره الله لكن هو كالإنسان كمان جاء علشان يعمله يخلص الإنسان لما بيتكلم مع الساميرية النهاردة بيتكلم معها كامرأة من بدايتها كده امرأة ساقطة لما تبتدي من البداية تلاقي اعطيني لأشرة كيف تطلب مني أنت رجل وأنا امرأة وده مصح أن الرجل يتعامل مع امرأة بحسب الشرع والنموس بتاعكم كيهود اتنين كمان أنت يهودي وأنا ساميرين مبدأك غير مبدأي وإنت اليهود ما تتعاملش الساميرين إزاي تطلب منه وتتعامل معايا يعني وغد بالك خد ماشي فبقولها لو علمت عطيت الله من هو الذي يقول لك لطلبت أن تينهو فأعطاكي بتقوله ليه أنت أعظم من أبنا يعقوب الذي حفر البئر وشرب منها هو وبنو وموشيه قال لها كل من يشرب من الماء من هذا الماء يعطش ما كانش يقصد بيري عقوب لكن يقصد البيري اللي بتشرب منها وبعدين يقول لها لكن اللي يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش ده كمان تجري من بطنه أنهار مياه حية يفيد على الآخرين لما سمعت عن الماء دي قالت له إيه أعطيني من هذا يبقى إذن المسيح مشي اللي خلاص نفسها لغاية ما وصلها إلى الشعور بالاحتياج وده عمل اللي الله معنا يشعرنا بالاحتياج فالرب يسأل لها إيه مش ممكن أعطي لإناء متسخ لازم ينضف الإناء اذهب ودع زوجك وتعال أنا أدي العائلة كمان فقالت له ليس لي زوج هي قالت حقيقة صغيرة لكن مخبية عرفها هو مين بقى بتده يكشف عاد موضوع الإيمان أنا مش يهودي كما تظني لكن أنا الله المتجسد أشكد قال لها كان بالصدق قلتي بالصواب أجبتي كان لك خمسة أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك فقالت له أرى أنك نبي خذي بالك هنا وصلها إلى فين إنها من يهودي إلى نبي إلى أعظم من يعقوب إلى مانح المياه إلى نبي ده بالنسبة لها أعلى مستوى في المعرفة راح أدخل معا في قصة إيه هي قصة بها السجود آباؤنا سجدوا وأنتم تقولون أرجو أنك تقول للاحظتي النقاش هنا اللي هي بتتكلم فيه بتتكلم بتعمل مقارنة بين مين وبين مين بين السجود اليهودي والسجود السامري أنتم تقولون السجود في أرشالين أباؤنا سجدوا في هذا الجبل جبل جيرزين فقال لها تأتي ساعة وهي الآن لا في هذا الجبل ولا في أرشالين شطب لها حلالة اثنين بداية جديدة سجود متوافق خلاص وبعدين يقول لها السجود الحقيقي بها اللي هو الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين السجود لا في جبل أرشالين حيث الهيكل ولا جبل جيرزين حسب ما هم يؤمنوا السامريين لكن السجود بالروح والحق بالروح والحق مش معناه بالحماس سجود للآب يقدمه الروح القدس اللي يسكن بعد بالإيمان فينا ويقدم من خلال المسيح أسجد لله بالروح القدس ومن خلال المسيح فبقى كده الآب والإبن والروح القدس دخلهم في السجود إذن كده أسجد لله لأن دايما لما تسمعي أو تقرأ عن لفظ الله يبقى مقصود به الآب والإبن والروح القدس إذا أنا سجدت للآب بالمسيح وبالروح القدس فهو مقبول وإن سجدت للمسيح وفي نفس الوقت عظمت الآب فيما فعله من خلال المسيح فهو سجود إذن السجود للآب هو سجود لله السجود للإبن هو سجود لله والسجود بالروح القدس ومش بالجسد خلت بالك إذن أسجد بالروح للآب وللإبن ما فيش فرق لأن الآب والإبن واحد أنا والآب واحد لكن الرب يسوح حب في المقولة دي يلغي أو ينهي على العبادة الشكلية لليهود والعبادة السامرية عشان كده أنتم تسجدون لما لستم تعلموه دي الرب يسوح واليهود يسجدون بما يعلمون دول سجود بمعرفة دول سجود من غير معرفة تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدين الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق لو خدت بالك في ثلاثة اليهود خلاص علم ومعرفة لكن ما فيش أساس التاني اللي هما مين السامرين بلا معرفة ترديد عبارة لكن الساعة الآن قتت تأتي ساعة وهي الآن وهي الآن ليه لأن المسيح وصل للعالم خدت بالحضرتك إزاي وصل المسيح فهل السجود الحقيقي يبدأ من هذه اللحظة يقدم للآب بالمسيح وبالروح القدس عشان كده ما فيش أي حاجة تقلل من لهوت المسيح فهذا الموضوع من خلال الكلام اللي قلته عن السجود في يحن الربعة هل لي علاقة بالآية اللي في عبرانين 13 فلنقدم به في كل حين زبيحة التسبيح أي تامر شفا ما عليش أحب الآية تبها دقيقها ممكن تقراها نقراها عدد 15 تمام فلنقدم به في كل حين لله لمين لله خدت بالك من الكلام ما قالش للآب لله لما أنا أجبها لك بطريقة لما يقول الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه ما عليش يلقاه يبقى الأحيانة في الصلوات أسمحها صلحتنا مع الأب وتكلم مش مصبوط إحنا عادناش أقنوب إحنا عادن الله في سلوس أقني عشان كده الله في سلوس أقني مصطلح معنا من خلال زبيحة المسيح نفس الشي السجود نقدمه لله كوننا نقدمه لله زائد تسبيح والحمد زابع الحمد يوم الجدي بنقدمه لله بس نقدمه مين بالفادي اللي فدنا وبنروح القدس الشاكن جوانا فلنقدم به في كل حين لله بتقع مننا دايما عشان كده أنا قلت لك أقرأ للآية تمام متشكرين خالص أكتور حليم على الكلام الجميل اللي تقال ومتشكرين للشباب على أسئلتهم الحلوة عزيز المشاهد قابل المسيح السجود لأنه هو الله الظهر في الجسد وأنا في اعتقادي أنه في أسئلة تانية كتير عن نفس الموضوع ربما في حلقات قادمة هنقف وقفة طويلة جدا تاني قدام نفس الفكرة ونقدم الأسئلة الموجودة الله بيتواصل معاك بحديث خاص جدا أقف قدام الكلام اللي كنت بتسمعه فكر في كل الأفكار اللي تقالت في الحلقة واطلب الله بصدقه عمرك ما هتطلب الله بإخلاص زي ما كنا بنسمع في الكلام اللي فات غير لما هيوصلق الله بنوره ويخلصك العبارة الرائعة سمع معك في النهاية الإخلاص هو أكثر طريق يوصل للخلاص الإخلاص هو أكثر طريق يوصل للخلاص تابعنا في الحلقات القادمة والرب معك اشتركوا في القناة